السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمود بلتاجي من قناة معلومة على الماشي النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 1 في شابتر 3 في المنهج الخاص بالصف الاول الثانوي فيزيكس لمدارس اللغات هنتكلم النهاردة على الموشن يعني مستر موشن موشن معناها حركة الموشن معناها الحركة موشن لو انا اي بادي كده موف هلاقي ان فيه بيحصل change in position change in position يبقى اول ملاقي الابجيكت بتاعي حصل له change in position يبقى حصل ايه؟ موشن عندنا نوعين مهمين جدا اول حاجة translation motion او بنقول عليها برضو اسم ثاني transition transition motion يعني transition او translation معناها حركة انتقالية يعني حركة انتقالية يعني هذا starting point and end point يعني بدأت في نقطة وخلصت في النقطة التانية مش مهم هي شكلها عامل ازاي؟ بس اهم حاجة ان هي start and end point وعندي periodic motion اللي هي repeat itself over equal interval of time يعني حاجة بتكرر كذا مرة عملت القرار زي circle motion او زي wave motion او زي oscillatory motion الحركة الاهتزازية كلمة اصولات الرياولات حركة اهتزازية وفي motion حركة موجية طب اديني example مثل على translation في example كتير جدا للtranslation motion اللي هي translation او transition اه زي train motion عنده start وعنده end وبيتحرك ما بينهم forward و backward زي motion of ball زي race يعني برضو لو عندي race هيبع عندي start وعندي end زي projectile يعني ايه projectile اللي هي زي المكذوفات يعني الحاجات اللي بنحدفها برضو عندها start وعندها end وزي ما قلنا ايه الحاجات اللي هي periodic اللي هي repeat itself يعني ايه مستر repeat itself يعني زي البندلم زي البندلم كده عمالي vibration motion عمالي يتحرك يمين وشمال يمين وشمال خلاص زي ايه زي circular motion السيركولر ايه motion زي حاجات كتير زي wave motion كل ده عمالي ايه repeat itself طيب اهم حاجة هناخدها اللي هي علاقة بالموشن هي velocity يعني مستر velocity اللي هي السرعة بس زي ما احنا عارفين ان فيه فرق ما بين speed و velocity ال velocity بتكون vector لكن ال speed بتكون scalar ال speed بنستخدم فيها distance لكن ال velocity بنستخدم فيها displacement طيب هو القانون او الرول بتاعتي انا بقول له دايما velocity equal displacement over time او بقول له d2-d1 على t2-t1 كأنه بنجيب slope يعني وهو دي comparison صغيرة كده ما بين speed اللي هي ايه scalar وما بين ال velocity اللي هي vector اتفقنا ان ال speed معناها ايه distance move period time اهم حاجة عندي كلمة distance لان ده سكيلر فلازم يكون ده سكيلر velocity vector يبقى اقول له ايه displacement of object period time ده طبعا scalar ده vector speed always positive عمرها ما تبقى negative اللي هي scalar ما فيهوش غير positive لكن ال velocity فيها positive وفيها negative يعني لو انا رايح الشغل مثلا هتبقى ال velocity بتاعتي positive لو انا راجع من الشغل تبقى ال velocity بتاعتي negative ليه لانها vector طيب انواع ال velocity يا مستر احنا هناخد اربع انواع السنة اول حاجة مشهورة جدا uniform velocity يعني يا مستر uniform velocity يعني يبقى انا لازم اقول displacement في الفلوسطي يبقى equal displacement in equal interval of time وعندي in non uniform velocity يعني unequal displacement unequal displacement in unequal او in equal interval of time هتقول لها مستر ليه ما قلناش in unequal interval of time لاننا ماشي مثلا بسرعة 30 كم في الساعة بعد كده تغيرت بقيت 40 كم بعد كده قلت بقيت 10 كم بس كلهم ايه في الساعة يبقى ال interval of time ثابتة لكن اللي بيتغير هو displacement اللي احنا بنعمله فيبقى الفلوسطي كل شوية بتتغير بسببه يبقى اللي بتتغير دي هي non uniform واللي ما بتتغيرش هي الايه uniform يبقى ده معناه يا مستر ان الفلوسطي هنا في ال uniform مالها constant يعني ثابتة يعني لو 50 تبقى طول الوقت 50 لو 30 تبقى طول الوقت 30 لكن هنا velocity variable في non uniform يعني variable يعني متغيرة طيب رسمة ال uniform شكلها عام ازاي ورسمة non uniform شكلها عام ازاي ال uniform زي ما احنا شايفين كده بتبقى straight line بتبقى straight ايه line passing origin لكن non uniform بتبقى لها اشكال متعددة ده اشهر شكل ليها اللي هو الشكل اللي ااخد curve ده او ممكن نرسمها كده ما احنا عندنا بقى قلنا هي non uniform بتاخد اي شكل هي ايه ماشي يا بي برضو uniform في حاجة تانية لو رسمنا احنا كنا رسمينها distance displacement مع time طب لو رسمتها velocity مع time هيكون شكلها عام ازاي constant line اللي هو ايه constant function او ان حاجة constant ما بتتغيرش السرعة بتاعتنا سابتة زي الشكل ده كده او احنا شايفين ان ال velocity ماشي ازاي constant طب سؤال كده للاختبار بيقول لي ايه in the opposite figure shown a man standing on a platform of train يعني واقف على ايه محطة للاطارات observing train move with velocity 30 meter يبقى ال velocity بتاعتي 30 meter per second if train takes 3 seconds to pass till its end in front of the man the length of the train equal هنا دي ايه اولاد معلش هو كتاب غلطان انا عايز ال length مش احنا اتفقنا ان ال velocity equal displacement divided time طب انا عايز ال displacement يبقى ال velocity by time الفلوستي بتاعتي كان 30 meter وال time كان 30 seconds يبقى اله 90 meter طيب الحاجة اللي بعدها اهم بيقول لي هنا arrange according the velocity انا عندي مثلا number one distance او displacement كبير قوي وال time صغير يعني هقول مثلا هنا time one هنا displacement كانت three التانية بتاعت number two هنا كان time two displacement كان two number three هنا كان time three displacement بتاعها صغير خالص كان one لو حسبت انت ال velocity بتاعت one احنا قلنا displacement time يعني three over one يعني equal three طب ال velocity two هنقول هتبقى two over two يعني equal one one meter per second velocity three هتبقى equal one over three meter per second اللي هو displacement one displacement هو one divided time three طبعا واضح جدا ان مين اسرع واحدة يبقى velocity one greater than velocity two greater than velocity three طيب لو انا عايز بها مستر اجيب instantaneous velocity instantaneous velocity يعني السرعة اللحظية يعني في لحظة واحدة دي اسمها ايه اذا velocity of object in a given instant في وقت معين طب برضو لو عايز اجيب average velocity يعني السرعة المتوسطة متوسطة السرعة بتكون ايه القانون التاني اسمه sorry القانون التاني هو v initial plus v final divided two يعني البداية plus النهاية divided two عشان اجيب المتوسط بتاعه يعني بالضبط لو انا كنت بدأت السرعة بتاعتي مثلا ب اه 10 meter per second ده vi وعندي v final 30 meter per second انا عايز اجيب v average اقوله ايه اقوله v initial plus v final divided two يعني equal 10 plus 30 divided two ليه divided two عشان هما طوفي لستي بس يبقى 10 plus 30 divided two تبقى 20 meter دي طريقة برضو بنحسب بيها ليه الفلسطي طبعا لو اداني اي رسم وعايز وعايزنا اجيب الفلسطي منه بجيب الفلسطي هنا بتبقى اكوى الادام distance divided time distance divided time اللي هي ايه اللي سلوب بتاع الرسمة بتاعتي وما ننساش اهم حاجة مهم جدا وبيلغبط جدا في الامتحان لو طلب مني فلسطي اعمله total displacement حى total time لو طلب مني average speed اعمله total distance over total time طيب لو انا يا مستر اريد البادي بتاعي at rest يعني ايه at rest يعني ثابت ما بيتحركش distance بتاعتي تبقى ماشية ازاي تبقى constant distance ثابتة مش بتتغير طب لو قال لي يا مستر object moving toward fixed point يعني رايح نحية مكان ثابت zenza graphical representation هنمثله ازاي distance بتاعته هو رايح نحية مكان ثابت هيوقف يبقى ماشي كده ايه displacement طبعا هو مروح راجع فالdisplacement بترجع وفي الاخر خالص هيوقف يبقى هيوصل لغاية الزيرو طيب وبالنسبة لل non uniform velocity non uniform velocity برضو بتبقى ماشية كده يعني بتاخد شكل curve ليه شكل curve يا مستر عشان خاطر هي non uniform على عكس ليه uniform velocity طب بيجي يسؤال كده يقول لي a person drove a car in a straight line واحد عربية in a straight line eight point four kilometer في وقت قديه zero point twelve hour بعد كده مشي 2 kilometer كمان لان نران الفيول عن اوت فراح لغاية الجاز ستيشن بس ماشي فاخد وقت اكبر zero point five hour number ايه بقى قال لي ايه هاتلي velocity فانا هقول له average velocity بعمل bar كده يعني average velocity equal total displacement يعني eight point four plus two over total time zero point twelve plus zero point five تبقى equal كام sixteen point seventy seven kilometer per hour طيب لو طلب مني يا مستر اجيب بقى he return back يعني ما لا خلاص الجاز ستيشن من الجاز ستيشن ورجع في zero point six hour رجع 2 kilometer ثاني يبقى برضو انا بحسب بالطريقة بتاعتي total displacement طبعا وانا راجع ال displacement بيبقى بال negative فهقول له eight point four plus two بس هو رجع 2 كمان عشان خاطر رجع للعربية بقى يبقى لازم اقول minus two طب الطايم يا مستعمله minus لا الطايم سكيلر ما بيتعملش minus خالص يبقى قوله zero point twelve plus zero point five plus zero point six واحسبها على الكالكوليتور تطلع six point eighty eight kilometer per hour طيب لو انا عندي جراف زي كده girl drove a مثلا a bike او اي حاجة طيب هو بيقول لي هنا find the time interval which the girl has stopped البنت وقفت امتى لما خدت break كده لما لقيت distance كده horizontal يبقى البنت ايه وقفت او velocity equal zero فين عند bc وعند d e طيب هو طلب مني velocity maximum velocity and او ممكن نطلب minimum انا بعمل ايه بشوف الpoint بتاعتي الاساسية واحددها اعملها x و y يعني zero zero هنا الpoint دي نازلة هنا كده عند twenty وهنا عند twenty يعني twenty و twenty فانا بعملها بالاسلوب عادي خالص مش ده x one y one وده x two y two هقول له مثلا v a b v a b equal y two minus y one over x two minus x one يعني equal twenty minus zero over twenty minus zero تبقى equal one meter pair second طب انا عايز اعمل نفس الكلام هنا عند point c و d برضو هنزل كده ال x بتاعتها 40 يعني 40 وال y 20 وال d ال point بتاعتها نازلة هي لغاية 50 ال x بتاعتها 50 وال y 30 فانا بقول له ال v c d يعني النقطة اللي هي من النقطة c لغاية d هقول له y two minus y one يعني كام يعني 30 minus 20 over x two minus x one يعني 50 minus 40 هحسبها برضو على الكالكوليتو تطلع one meter per second عايز بقى اخر سرعة اللي هي from e to f من او من اللي هي الحتة الاخيرة طيب هي ال x one عندي equal 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 60 وال y وال y one equal 30 اللي هي ال y one هي طيب وعندي x two equal 80 وال y one equal 0 يبقى x two y two يبقى هقول له equal y two minus y one 30 over x two by 80 minus x one بكام 60 هحسبها على الكالكوليتو تطلع negative one point five meter per second يعني ايه negative يا مستر يعني return يعني البنتي راجعة طب يعني ايه return يعني انا بس الماينس ده بيقولي على يبقى هنا maximum velocity الماكسيمم هي equal one point five meter per second طيب لو طلب مني يا مستر displacement مش هي راحت ورجعت يبقى displacement بتاعتي equal zero طب لو طلب مني total distance هقول له total distance يعني المسافة اللي هي الباس كله covered يعني هي راحت 30 meter ورجعت 30 meter تبقى equal 60 meter طب ال average velocity يعني ايه مستر average velocity ال average velocity يعني total displacement على total time يعني equal zero طب ال average is built اللي هو total distance على total time يعني 60 divided 80 seconds هنحسابها تطلع B0.75 meter per second شكرا شكرا موسيقى موسيقى موسيقى